نستقبل سويا زميلنا العزيز موفد قناة النيل للأخبار عمر عبد المجيد من بنسلفينيا وجدير بالذكر أنه عمر الحقيقة ومنذ الإعلان عن التصويت المبكر للانتخابات الأمريكية عمر قم بجولة مكوكية في أغلب الولايات الأمريكية من واشنطن دي سي بداية وصولا إلى نيويورك ثم ولاية ميرليند ثم الآن وهو معنا من بنسلفينيا الولاية الخارقة الولاية الحاسمة إنجاز التعبير أن نقول تحية لك عمر عبد المجيد موفد النيل الأخبار ومن بنسلفينيا انقل لنا الصورة لديك شكرا لك يا دينا طبعا على التقديمه وشكرا جزيلا لك طبعا وجهد كبير من كل قناة النيل الأخبار هي كتيبة عمل واضحة خلف الكاميرات ومن أمام الكاميرات يعني شكرا جزيلا لكم وبالطبع مشاهدين الكرام أنا عايز أبدأ مباشرة يا دينا ببعض النتائج التي ترد إلينا تباعا تلو الأخرى طبعا يعني هذه الولايات تظهر تقدم واضح حتى الآن لكرامب بشكل قاطع في عدد بين الولايات طبعا هذا ليس حكم إطلاقا لكن هذه الولايات بالطبع تقدم فيها ترامب بشكل كبير الولايات كينتاكي حسمها بالطبع ترامب يعني انتهى الموضوع تماما وحسم كينتاكي بانديانا أيضا وكارولينا النورة كارولينا حسمها أيضا ترامب لكن أيضا بعض الولايات المهمة المترجحة يعني بتعطي النتائج الآن إنارة إلى النور الأحمر يعني مازالت تعملات الفرز مستمرة لكن بالطبع الأغلبية تعطي إنارة حمراء حتى الآن وهي جورجيا وفلوريدا بالطبع تلونت اللون الأحمر حتى الآن أما هارس فحسمت ولاية تيرمونت بالفعل حسمتها لكن هذه الولايات فقط هي تتكون من ثلاثة في المجمع الانتخابي لكن ترامب حتى الآن حقق 19 صوتا بشكل واضح في الولايات التي تكرها منذ قليل وبالطبع إذا ما حسم ولاية جورجيا ستكون هذه نقطة مهمة جدا في مكيرة ترامب الانتخابية بالحقيقة طبعا عدد من الموضوعات أخرى دينا في المنطقة نحن نتوجد فيها في بنتلفانيا منذ قليل ترامب أصدرت الحملة الخاصة به وهو شخصيا قال أن ولاية بنتلفانيا وبالتحديد فلادلفيا اللي نحن نتوجد بها الآن بها عمليات تزوير واسعة ولكن سرعان شرطة الولايات أصدرت بيان بأنه لو توجد ثمت فروقات أو تدخلات أمنية في هذه المنطقة تحديدا ولا يجري أي شيء من يعني لم تشعر الشرطة أو يكون هناك بالفعل أي مشكلات حقيقية في ولاية فلادلفيا في ولاية بنتلفانيا بالتحديد في مقاطعة فلادلفيا وهذا ما انقراته الشرطة تماما وتقول أنها لن تتخذ أي إجراءات لأنها لا تشعر بأي مشكلات حقيقية أو تم التزوير حقيقي على أرض الواقع كذلك عندنا في إحدى المقاطعات برضو في بنتلفانيا ينتد التصويت حتى العشرة نظرا لتأخر التصويت لمدة ساعتين وهناك بعض الشكاوة تقدمت من حملة ترامب ومن حملة هارسي هذه المقاطعة التي أصدرت المحكمة الجزئية الخاصة بها حقما بتنديد التصويت حتى العشرة مساء اليوم وهذا يبنى عليه أن تصويت أن عمليات الفرد ستكون متأخرة كثيرا في ولاد بنتلفانيا الحاسمة ذات 19 مقعدا ستكون هذه الولاية هي نقطة الحسم في العملية الانتخابية إذا ما سرنا بالشكل المعتاد في العملية الانتخابية الولايات ذات اللون الأحمر هي ولاد ذات اللون الأحمر والولايات الزرقاء دون أي تغيير بها وتبقى السبعة ولايات ذاتها 93 صوتا هي الحاسمة فبالطبع هنا نتوقف كثيرا أمام أعلان النتيجة بشكل رسمي لكن بالطبع تقدم ترامب في جورجيا هذا يمكن يكون مفاجأة لنا كلنا لكن على أي حال الموضوع لم يحسن حتى الآن لكن اللون الرسمي الخاص بهذه الولاية تحديدا يتلون الآن باللون الأحمر الباهت يعني هناك طرق مختلفة في الفرز يدينا وهي إما أن تتلون باللون الأحمر الواضح وهذا يدل أن هذه الولاية أصبحت حمراء وانتهى الواضح لصالح الجمهوريين وإما زرقاء وتتلون وهذا لصالح الديمقراطيين وإما أحمر باهت فيدل أن التصويت متقدم للغاية لصالح الجمهوريين وإما أزرق باهت وهذا يدل أيضا التصويت لصالح الديمقراطيين فإذا ما حسمت تتلون باللون الأحمر وهو الآن ترامب متقدم بالفعل في الولايات ذات اللون الأحمر واللون الأحمر الباهت أيضا على حساب كمال هارسة التي يمكن حتى الآن لم تكسب بشكل وضع إلا ولا يؤكد عمر بالتأكيد هذه الإحصاءات وهذه الأرقام التي أشرت إليها إنما أتت بعد غلق صناديق الاقتراع في هذه الولايات سواء كنتاكي أو إنديانا أو جورجي نحن نتحدث عن نورد كارولاينا وسواء كارولاينا وفرجينيا أيضا فلوريدا كل هذه الأقتراع وبدأ بالفرز مباشرة بعد الأخلاق الكل نعم اسمح لي عمر حدثني عن فكرة التواجد الشرطي والحرس الوطني وخاصة أننا علمنا بأن منزل هارس ومنزل ترامب كلاهما محاط بكتلة شرطية كبيرة للغاية رغم عدم تواجد الاثنين في منازلهم إنما محاط بكم كبير من قوات الشرطة والحرس الوطني طيب ده دي نحن نرجع لنقطة مهمة جدا وهي التصريحات في ترامب التي صدرت عصر اليوم بأنه يثق تماما في الناخبين وأن الناخبين الجمهوريين ومؤيدين ترامب هم يثق فيهم تماما وأنهم لن يقوم بأي أعمال عنف وننصحهم بأنهم لا يقوم بأي أعمال عنف وأنه يثق بتحضر الناخبين الجمهوريين وهذه طبع الرسالة للمرة الأولى لنسمعها من ترامب الذي ما هدد أنصره دائما بأنه إذا لم ينجح ترامب ولم يكن النجاح حليف ترامب والجمهوريين ستكون أعمال تخريب واسعة في البلاد وهذا بتطبع من عكس بشكل واضح على محيط البيت الأبيض الذي يصعب عليك في انتصلي إليه يستحيل الأهل أن تصل إليه لمسافة طويلة ولكن في السابق كنت تستطيع أن تلتقى في الصور التكريع على صور وعلى باب القصر لكن أيضا المحالة التجارية في محيط هذه المدينة في واشنطن تحديدا أغلقت أبوابها وتم يمكن سدها بأبواب خشبية والتحصينات الأكثر يدينا ردا على سؤال الطبعا التحصينات الأكبر والأكثر هي حول منزل كمالة هاريس أكثر بكثير من ترامب لأن التعصب الأعمى الخاص بالجمهوريين هو التعصب شديد يفوق الديمقراطيين بكثير الذين يطلقون على نفسهم أنهم أصحاب الليبرالية أو أصحاب التحرر فهم لا يملون العمد بعكس أنصار ترامب الذي بها جناح يمين لليمين بشكل واضح جدا يمين متشدد أيضا للجمهوريين وللون الأحمر بشكل مبالغ فيه ويطلق عليهم مجموعة الماجا هناك أنصار الماجا وهي مجموعة شديدة التطرف وشديدة اليمين في ترشحها لترامب وربما هم تخوف منهم بشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كما ذكرت هناك تأمينات كبيرة جدا وتحصينات كبيرة جدا من الشرطة وليس حتى الشرطة التي ترتدي أزلي الذي يدل على هويتهم لكن أيضا الشرطة السرية وعملاء الـ API ينتشرون بشكل واضح في أمام الليجان وفي الطرقات وفي كل مكان يعني واضح ويعني نظراتهم بالنسبة للناس والنسبة للذين يتفجعون اللي سندخل الطرق حتى إلينا في الإعلام يعني يدل أن هم نظر ليست بالطبعية على الإطلاق لكن هم يتحسسون القطع بشكل واضح جدا من تخوفات من أي شيء خصوصا أيضا بعد الهجمات وبعد الإعلان الذي أصدر الـ API منذ قليل أن هناك تخوفات من روسيا وبعض البريد الإلكتروني الذي وصل لمحاطعة جورجيا تحديدا أن هناك عمليات وساعة من التدبيرات وغيرها وهذا معطل العملية الانتخابية لبضع دقائق حتى أصدر الـ API إعلانات بأن هذه تمت أجمات سيبرانية من روسيا على بعض الولايات وكانت بالأخصة لولايات جورجيا نعم أشكرك شكرا جزيلا عمري عبد المجيد وفا بني للأخبار من هذه النقطة الحساسة للغاية شديدة الأهمية والخصوصية ولاية بنزلفينيا شكرا جزيلا لك سنعاود التواصل معك بعد قليل بتأكيد شكرا جزيلا لك عمري عبد المجيد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك